موسيقى موسيقى مساء الخير من عقدين وشوي من الزمن كل المؤدمات بأي وضع رياضة بيكون عم بحكي فيه برجع لنفس الموضوع الألم يلي عم بيعيشوه الرياضيين اللبنانيين والقتال يلي عم بيقتلوه بعض الإداريين الرياضيين الوطنيين ويلي بيحبوا بلادهم ويحبوا رياضتهم الرياضة بلبنان تعاني من أزمات متتالية آخر الأزمة الوقعة فيها اللجنة الأولمبية اللبنانية فيه يقول بكل راحة ضمير بين الحق وبين الباطل اليوم بحلقة ريبلي ضيفنا الأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للشترانج والرجل الذي أعطى كرة السل اللبنانية والناد الرياضي والشباب اللبناني والبسكتبول العربية أيضا كان نائب لرئيس الاتحاد العربي باللعبة أعطاها الكثير من وقته ومن جهده ومن كل الخبرة الإدارية الرياضية يلي عنده إياها جودة تشيكر ضيفنا بالقسم الأول من ريبلي لنحكي نحن وإياه عن أزمة اللجنة الأولمبية بالجزء الثاني رح يكون في معنا عزيزة سبيتي بعد تكريمة من البي بي سي واختيارها ضمن مئة امرأة بالعالم ألهموا وأعطوا الرياضيين والرياضيات والنساء بالعالم الهام لإلن استجادة أهلا وسهلا فيك أهلا بك أخادي استجادة اليوم اللجنة الأولمبية اللبنانية بقرار تاريخي أبلغت مراجع دولية بينتهم لجنة الأولمبية اتحادات دولية واتحادات قارية قرار وقف حسان رستوم لمدة خمس سنوات أين أصبحت الأزمة باللجنة الأولمبية اللبنانية أخي ليه يعني ألف باء القانون الرياضي بكل العالم بالأندي باللجنة الأولمبية بالاتحادات السلطة العليا هي الجمعية العمومية بكل الدنيا ما بعرف إلا وزارة شبابه لقد ما بتقتنع بها الأرض الشغلة الثانية القانون بيقولك أنه أي خلاف بيصير بين الاتحاد أو بين اللجنة أو بين الأعضاء وبتروح على لجان التحكيم في لجنة التحكيم معترف فيها خلافنا نحن باللجنة الأولمبية في ناس ما بيعترفوا بالقانون لجنة الأولمبية بتعمل جمعيات عمومية بتاخد قرارات ما بدون يعترفوا فيها ترجع بروح بيرفعلك دعاوة بالمحاكم بالنيابات العامة مع المهنة مع الترفين يعني خصوصا الأخ حسان محرستهم عام الجمعية عمية باتحاد التجذيف بل سنة التسعة عشر وهو عم بيقول بالقرار بالجمعية العمية ممنوع تروحوا على المحاكم إلا تروحوا على لجان التحكيم يرجع هو بيخالف يرجع هو خالف إذا في جمعية عمومية معاقتك يعني مثل ما يعني ما سوطت لك مش تخرب الدنيا وبتروحها بتخالف كل الأوانين برغم أنه نحن من أول ما سوطونا من أول ما طلعنا مدينا الإيد للكل ما حدا يريد أن يتجاوب ما حدا يريد أن يمشي ما حدا يريد أن يمشي بالقانون يعني ما الذي يحدث ما حدا يعرف وبرضا لأنه مدينا إيدنا للكل تصلنا بالإذن الأولمبي الدولية قلناهم في بعض الأعضاء رفعين دعاوة بالمحاكم وبنيابات العامة ما راحوا على لجان التحكيم خطوة خطوة قالوا لنا بتحكوهم شخصي تبعثوا لهم كتاب تبعثوا لهم كل الاتنبيهات صارنا أربع فكتشون نبعث لهم كتاب نبعث لهم ما بدون آخر شيء أنت مختار كاللجنية أولمبية بدك تشتغل بدك تنفذ العانون مختصر وفي نحن نفذنا العانون بس نتمنى على وزير الشباب والرياضة هالمستشارين اللي حوالي فسروا له العانون مضبوط أنه اللجنة الأولمبية ما بتتبع إليك حسب العانون اللجنة الأولمبية بتتبع لليجنة الأولمبية الدولية بتنصق مع الدولة اللبنانية وانت هو واحد منهم نحن ننصق معك بأمور داخلية بس نحن نتبع لهنين بعد وماسك الإفادة ما بدون يعطينا إفادة يعني بدغوط ما بعد من المال الدغوط بس يا حقيقي أنت وزير وزير للكالي امشي بالقانون أنت عم الخالف الجمعية العمية اللي أنت عامل القانون الجمعية العمية مش هو عامل القانون هو موافق على القانون أنه في سلطات في قانون مش هالجوغاء أي يتماشي ساعة تقير والأقول ساعة نطلع أبضيات ساعة يا حقيقي هيدا نحن مش أقلقنا ولا منقبل فيها نحن عم نمشي نشتغل رياضة ومروح رياضية بس كمان بالدرجال والرسالة هالقصة هاي تعالي نحن ما منقامن فيها بس كمان نحن ما منخاف هنا طيب السيد جودت خليني أسألك اليوم عملك أنت كأمين عامل اللجنة الأولمبية وعمل اللجنة الأولمبية مشلول بلبنان أنت عم تحترم القانون جودت شكر اليوم لأنه فيه قرار قضائي لا يوقع كأمين عامل اللجنة الأولمبية على رغم اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية فيك هيدا الوضع قدي بده يستمر لأنه نحن على أبواب مشاركة بدورة الألعاب الأولمبية وهلا رح أحكي عن رايب سيل اتأهل وفي كتار ممكن يتأهلوا بعد على الألعاب الأولمبية قدي رح تضلوا سيكتين على هيدا الوضع نحن ما سيكتين نحن يعني بالأمين العام بس نحن بعد ما شغالين ما عم نوقع كأمين عام بس عم نوقع ككل اللجنة الأولمبية التسع أعضاء أو عشرة اللين المجتمين عم نوقع ونحن نبعث الرسائل عم نبعث للاتحادات الدولية ونحن ماشي حال نوع ونشتغل نقطة الضعف الوحيدة أن القضاء خاتم الخزن بالشمع الأحمد والمساري هي أساس كل شيء يعني اليوم بخزنتنا في 377 ألف دولار هيدول حق اللعيبة حق الرياضيين حق الاتحادات المفروض ندعم فيهم طب أنت هيدول بسكرنا يوم أنه نروح اشتغلهم ما في مساري يعني ما بارك كيف بفكر معاني الوزير ممكن إذا كان وقف له رواتب موصفينه بالمزارة عدم بروح فكر فيه 7-8 موصفين باللجنة الأولمبية كلهم معاشات كلهم الرواتب عندهم عيال بدون يعيشه يعني رياضيين بالعشرات ناطرين مساعدات لا يقووا حالهم قبل الأولمبياد ببريض تم وقف لنا كل هذا ليش كل الدنيا ترفض فينا الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبي الدولية الآسيا والعربي كلنا ترفض بشرعيتنا لأنه نحن طبعا لما صلحت رياضة أنت جاي وزير شباب ورياضة مش وزير سياسي أنت تشجع الشباب بدل ما يساعدنا ونحن مردى منك مساعدة بدل ما تساعد هالاتحادات عم تمنع عنهم المساعدة بس نحن نحن نجتمع وبس قصة التوقيع بدل ما واحد رئيس وامين عام يوقع رسالة عم نوقع كلنا وزارة الشباب والرياضة اليوم مين اللي بيقدر يحط له حد بهذا الموضوع اليوم إذا اللي عم بتقوله كل الناس تعرفوا الوسط الرياضة بيعرفوا لكن أمر واقع علما أنه تصريف أعمال اليوم لا يمكن مراجعة مجلس شورة الدولة أو أي مؤسسة لا تجبروا على القبول بالقوانين الدولية نحن بعثنا الكتب للجنة الاستشارات وبعتنا للقضاء وبعتنا للجنة الرياضة في مجلس النواة من يومين ثلاثة استيس مونا قدر يقول أنه يبقى تورا لا يجي ما يجي طب ليش على شو هالعناد يعني فكر أنه أنت كوزارة ما أنك قادر تساعد الاتحادات ولا رياضيين طبعا تمنع عنهم كمان المساعدة يعني مفروض يعني لأول حل بهالدولة يعني طلبنا الرئيس الوزارة عنده شغل كتير بس عدال نحاول يعني بمجلس النواب ونحاول بمجلس الوزارة ما أنه وقف حرام الرياضة توقف لهالدرجة بقرار ما باب يعني إفادة وبالقانون ما قلنا يعني لا بتأذب ولا بتأخت للإفادة بس معقف من المسار يعني مع الأسف مع الأسف استسجاد الرامية الدولية ريبا سيلي التي تأهلت للمرة الرابعة لألعاب الأولمبية وفي غير كتير من الشباب التي طلعوا المسار من صندوق الدعم الأولمبي لو حتري أنه ممكن يلجأ للقضاء لمقضاة المعرقلين ما بعرف إذا ممكن نشوف بكرة رياضيين عم يتشكوا بالقضاء على الوزير أو على المعرقلين برأيك رح نوصل لهون مفروض نوصل لهون نحن شكينا ومفروض كل رياضي له حق بحرام أهلي على أولمبياد وغصريات موجودين بالخزن نقدر نساعدها يعني اليوم أنت لكت أهل أولمبيا بدك تتمرن بدك تدفع بدك تتسافر والمساري موجودين أنت كوزير رياضة بدل ما تشجعنا جايب ماسك لنا المساري وماسك لنا الإفادة يعني المزبوط اللي عما تعمل راي لازم كل رياضة شريف يعمله يتشكوا في إله المساري وقفة في إله المساري ما عم تنصرف في مواصفين عم يشتغلوا من التسعة للأربعة ولا بيغيبوا ولا يوم سألهم سبعة شهر ما قفضوا هيدا عم يفكر فيها الوزير المسؤولين اللي يعني يمكن فيهم كتير كبير بس كمان هيدا هم كل واحد يشتغل بمصلحته نحن بالرياضة هيدا هم من لم نشتغل سياسي هيدا هيدا يوقف معنا القضاء إذا سار له أربعة خمسة وقضاء أخذ أرهر وقف أمد توقيع عمين السرطة وبعدين السيد جودت بسراحة تامة اليوم كلنا منعرف الواقع الرياضي باللبنان يعني الوزير استقبل وودع منجيب ميداليات أسيوية ميداليات دولية منجيب القاب بيكتفي بسطرين تهنئة هيدا قدرتوا أو يعني المساعدات المالية غايبة طبعا كلنا منعرف الوضع اللي قائم اللجنة الأولمبية الدولية بديشدد على هالنقطة لأنه في كتار بعد حبين يسمعوا منك اللجنة الأولمبية الدولية شو رأيها باللي عم بيعمل وزير الشباب والرياضة أو بيلي عم بيعملوا المتخبيين وراء قرارهم اللي هن اتحادات منهم موقوف ومنهم مطرود يعني اللجنة الأولمبية الدولية واقفة معنا آخر شي عم نعمل حل أنه يمكن نفتح حساب خارج لبنان لنقدر نصرف لأنه بلبنان بدأ كل إفادة طبع الوزارة مع الأسف برا فينا نتصرف يعني واحد قد يحزن أنك أنت لبناني وعم تشتغل للبنان والرياضة اللبنانية بس المسؤول عنك نسكر عنك المساري بدأك تروح تلجأ لحيساعدونا برا بس يفتحو ونحساب برا ونشتغل منه نحن نحن على بطولة آرسيا عم نشارك بمهرجانات عم نشارك بمؤتمرات كلها وهنا عم يساعدونا بس بدون ما تيجي المساري على لبنان حلوة تشويها الاسم للبنان أنه واحد إذا تبرع لك المساري بيختفوا أو بيفوت على مشاكل بتروح على القضاء يعني نحن يمكن في ضغط سياسة كبير استجودة هلأ هذا مش موضوعنا نحن موضوعنا أنه كيف نعالج هذه الأزمة بس أنا سؤالي اليوم أبلغته الاتحادات الدولية اللجنة الأولمبية المجلس الأولمبي الأسيا والاتحاد الدولي للتجزيف اتحاد البحر الأبيض المتوسط وكل المراجع الرياضية عن توقيف حسار رستهم هناك أشخاص آخرين كمان بالدعاوة ما سحبوها ليش بس أصريتوا على حسار رستهم ولا رح تتدحرج الأمور وتبلغوا عن غير أشخاص الأرار الأرار بكل الأشخاص المخالفين بس هي أول شي حسار رستهم أول خطوة لأنه داعي لجمعية عمومية بعد كم يوم نحن استعجلنا فيها يمكن من اليوم أو من بكرة منبلغ على البائين هذا أرار جمعية عمية نحن ما فينا نخالفه كالجنة إدارية بالجنة الولمدية ما فينا نخالف أرار الجمعية العمية كل الأسماء يلي وقفوهم بدا نبلغ الاتحاد الدولي وكلهم اللي تبلغوا من حسار رستهم عايز يتبلغوا على الكل يعني ما في ناس بزيت وناسب سمي الكل اللي عم بخالف بدون يقض الأقوب اللي بيحق طيب السيد جودة بسراحة اليوم حضرتك عم تلتزم بالقرار القضائي لكن غيرك ما عم يلتزم يعني مثل ما هن رفعين دعاوة أنتوا رديتوا وبالتالي بعده عم بيوقع أمين عام اللجنة الأولمبية وفي نائب رئيس أيضا عم بيوقع هيدا الموضوع لوين ممكن يوصلنا نحن بعتنا له أنه أنتوا عم انتحاد صفة وعم ندعو علي أنتحاد صفة يعني ما عم يفهم وين بدون يوصلوا يمكن عم يضغطوا كلها الضغط لا يوقف الرياضة بلبنان يعني يا أما هن المسؤولين أو ما في رياضة بلبنان يا خي ما بيصير اللبنان طويل عريض يعني عنده إمكانات عنده أفطال عنده ناس يعني ما بيصير أنه الرياضة توقف عليكم آخر شيء بدأ حل يعني سلطة تحل الموضوع يعني حتى القضاء يقول أنا هذه خالص عن السلطة أنا ما عندي أحكام فيها بس لا بيجاو لا سلب سلبا ولا شيء يعني حرام يعني أنا بقول كمان القضاء مشارك وزار الشباب والرياضة بأد بالرياضة الامنانية يعني بتطلع أنه في ناس شغلتهم يهدموا الرياضة مع الأسف مع الأسف أنه عم بنستنتج هيك يعني أنه في ناس أنا أو لا أحد يا أما أنا بتسمعوا كلمته أو ما في رياضة أو بتسمعوا كلمته أو ما معرف شو اللي عم بيصير بلد دولة رئيس مجلس الوزراء لكن عنده أشغاله في وزير العدل في كتير يعني ليش بعدنا منحس أنه هذا الموضوع يلي يقتل الرياضة اللبنانية مسكوت عنه مسكوت عنه من مرجعيات مهمة بيهم الشباب والرياضة وللأسف صار في كتير مساري على الشباب والرياضة بالسنوات والعقود الماضية يعني نحن مثل ما أنت عم تستغرب نحن عم تستغرب ليش بعد ساكتين مع أنه وصلنا الرسالة أنه في شي غلط بس أنه نحن نضلنا ساكتين أنا من رأس أنه عم يهجم علينا بالقضاء وبالإعلام المفروض نحن كمان نضل نسكين بس نطلق الدربات ثم غير مثل ما عم تقول ما عم ينخذ الأنون النيابة العامة وقفت أمين الساد أمين الساد طلع فغير عفولة اللجنة الأولمبية وغير عفولة المكتب يعني بالبهورة حرام يعني مع الأسف أنا خمسين سنة عم يشتغل الرياضة كان عندي حلم إنه الليشنة الأولمبية هي الرياضة اللي هي السلطة العليا هي أكتر شيء وحد يتمنى أنه يوصل له بس وصلت لقيت روما من فوق غير روما من تحت مع الأسف مع الأسف يعني لو أنا عارف هيك الوسط الرياضة كنت ضلت بيني الرياضة وما دار نحن عم نشتغل كنادة رياضة نعمل فريق نربع بطوني نقص سنة نربع سنة نشتغل رياضة نشوف وين غلطنا منصلحه بس بهال بها الطريقة ومع احترامي للكال اللي عم بيهاجمنا كالجنة أولمبية اتحادات وهمية لا عندهم رياضيين ولا عندهم مقار ولا عندهم يعني بالأسف اتحادات وهمية عم تدمر اللجنة الأولمبية أو هن عم بيحاول تدمر وهم مش رح يقدر وطبع نعم نعم خليني توقف مع بريك أسير كتير استاذ جودة وارجع لتابع حلقة ريبلي أنا ويك عودة مشاهدينا لريبلي مع الأمين العام للجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للشترانج والوطني الشريف بالرياضة اللبنانية استاذ جودة تشيكر استاذ جودة عم نشوف نحن ويك على الشاشة هلأ الدعوة اللي وجهوها للطرف الآخر خلينا نقول لعقد جمعية عمومية عم نشوفها نحن ويك ماضي الأمين العام حسان رستوم وماضي المهندس هشم حيدر وماضيين أقلية بالاتحادات الرياضية شو رح يكون إلى مفعيل هيدا اللي عم نشوفها يعني عم نشوف مخالفة صارخة للقوانين الرياضية الدولية وللقوانين اللبنانية يعني وكأنه ما بقى في دولة أو ما في حدا يلجم هذه الأمور شو بتقول عن هيدا الموضوع أنا بتأسف أنه اللي ماضيين وموقعين بيدعوا أنه من أقطاب الرياضة في لبنان ما بيعرفوا بالقانون يعني أو عم يتناسوا القانون عم يتناسوا أنه صارت جامعية عمومية فيها 17 اتحاد أنت عم تدعي بعشرة اتحادات أو تسعة اتحادات يمكن بالقانون الثلاث إليك حق بعدين وين بتوصل ما أنت واقف ضد 17 اتحاد صار عمين أربع جامعيات عمومية وبعد 17 لكل المحاولات لا يخففوهم بس أنت لما تدعي أنك أنت عم تشتغل رياضة وعندك تاريخ رياضي بتخالف الأنظمة لهالطريقة لهالنقطة يعني بتأسف أنه الرياضة توصل أو هالنوع من الرياضيين يوصلوا بالجهل تبع القانون لها للأسف في البعض منهم استسجادت في البعض منهم أعضاء باتحادات أسيوية وأعضاء بمجالس أولمبية أسيوية وغيرها يعني هذا شيء مؤسف حقيقة وإن شاء الله يكون الوسط الرياضي والرياضيين الشرفة والشباب الجيل الطالع يلي دايما عم بيفجئنا رغم سفر إمكانات رغم عدم وجود وزارة الشباب والرياضة مطلقا يلي عم يحققوا يلي عم يحققوا خليني أتوقف أنا وياك كمان للحظات لدقيقة نشوف روبرتاج مرأ على شاشتنا عن موضوع بلاكن المراجع الدولية بموضوع توقيف حسان رستوم نشوفه سوا ونرجع من كفة وجهت اللجنة الأولمبية اللبنانية كتاب للجنة الأولمبية الدولية المجلس الأولمبية الأسيوي الاتحاد الدولي والأسيوي والعربي للتجزيف للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط اتحاد اللجنة الأولمبية الوطنية والعربية والاتحاد الرياضي لألعاب التضابن الإسلامي أبلغت فيها الجهات قرار توقيف رئيس الاتحاد اللبناني للتجذيف العميد المتقاعد حسان رستوم عن العمل الإداري لمدة خمس سنين وفي قرار الجمعية العمومية غير العادية لانعقدة بتسعة عشرة الفين وثلاثة وعشرين برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بير جلخ وحضور ممثلين عن سبعة عشر اتحاد من أصل تمانة وعشرين اتحاد أولمبي وذلك بعد خرق رستوم الفاضح لنظام اللجنة الأولمبية اللبنانية خصوصا المواد تمانة واحد تمانة اتنين وخمسة واحد حيث رفع رستوم شكوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية قدام المحاكم المدنية بدلا من مراجعة مجلس تحكيم الرياضي وقد رفض سحبة والتراجع عنها رغم المراجعات الخطية المتكادرة وعمل على تعطيل عمل اللجنة وإعاقد سير الأمور الإدارية تحذيرا للمشاركة بالاستحقاءات الخارجية الدولية استرجودة تأختم أنا وياك هالإطلالة عبر شاشتنا هل صحيح أنه في بعض الأطراف وبيناتهم رئيس اتحاد لعبة فردية حاول يرسل بعستين للبنان لدولة الألعاب الأسيوية والصين ايه بدون شك وراح عم يجرب بكل المحاولات بده يبعث بعستين ولما ما قدر صار يشوه بأسفة اثنان أنه هاي اللجنة الأولمبية عم تحارب طائفة معينة مع الأسف يعني حتى بقوله بينشر غسيله برا بس هيدا مش غسيل هيدا أكزيم بس نحنا ردينا على لكل هالاتحادات الدولية معنا إيميلات أنه نحنا عزمنا كل الاتحادات نحنا وجهنا الدعوة لكل الاتحادات نحنا معنا بتفرقة وبعدنا لأهلا ندين إيدينا بس بس عمل لها الشروط البائي يعني لأهلا أقل لك بس رد من هالردات أنه نحنا مستخدمين من مدئيذنا بشرط أنه الرئيس والأمين العام بايشوا على الاجتماعات ما يكون لأهلا ندور يا حي طب تعال فاوض بس تفاوض من هالباب أنه ولا نحنا حطين فيتو على الرئيس والأمين العام طب ما عم يبدأك تفاوض للأسف استجاودت بدقيقة شو بتقول للرياضيين بلبنان وخصوصا المؤهلين يروحوا على الألعاب الأولمبية أنا بلوني طاولوا بالان شوي آخر شي الحق بده يظهر آخر شي لبنان مصدر بطولات بصدر بطولات بصدر إداريين وبصدر إدارة وبصدر قوانين ما لحن نخضع للا الإرهاب لا بغيره أفل لا بيسكره باب ما لحن نخضع لحدا شغرتنا الوحيدة أن نحافظ على الرياضيين نحافظ على اتحاداتنا الوطنية ونرفع عالم لبنان بكل المحافل بكل المحافل اللي نقدم نرفع فيها عالم لبنان وما بس لتواجد ونجيب نتايج بإذن الله هيدا وعد نحنا ملح لن كله لن نميل لنجيب لهم حقوقهم وبإذن الله لبنان عايز تمر بالرياضة وبغير الرياضة ويضر ريفع رأسه أهلا وسهلا فيك جودة تشيكر الأمين العام لللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس الاتحاد الشطرانج وأكيد ما بدك شهادة من حدا بالإنجازات اللي محققة إن كان إداريا وإن كان فنيا وأخيرا الاتحاد الشطرانج يلي ما في أسبوع ما بيكون في نشاط يمكن بتعملوا نشاط أكتر من البعض بوزارة الشباب والرياضة لأنه في البعض الآخر بيشتغلوا نحن دايما منحكي الحق شكرا لألك وعلى هالإطلال بريك صغير ونرجع على البطلة عزيزة سبيتي عودة لريبلاي مع بطلة لبنانية عداءة غنية عن التعريف بطلة حققت للبنان لكتير لكتير لكن للأسف التكريم ما عم بيكون محلي عم بيكون دولي عبر اختيارها من شبكة بي بي سي بين أفضل مئة عداءة مئة أمرأة بالعالم الأكتر تأثيرا وألهما عزيزة سبيتي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك شو بيعني لك هيدا الموضوع يعني للأسف أنه بلبنان ما منشوفهم عم بيهتموا بالرياضيات بالرياضيين بيجي التكريم من حيث لا ندري ومن مكان كتار بيحلموا فيه يعني شبكة بي بي سي مش سوري على الكلمة منا دكانة يعني كل الناس تعرف شو البي بي سي وتأثيرها بالعالم صراحة يعني بعدني ما عم بقدر استوعب مشاعري باتجاه هيك موضوع لأن بنهي أنا بركض وبعمل الرياضة وبعمل كل شي خاصة بالسوشل ويرك طبعي لأن هيدا هيدا الشغف طبعي يعني ولا مرة كنت منتظر زقفة أو شي من حدا عرفت شو هيدا هو الشي وقد الواحد يكون عن جد عن يعمل شي من قلبه يعني ما فيك تتخيل قداب كيت وقتا عن جد طلع الخبر أنه وصار مزبوط لأن أنه تكون عزيزة الليست مع ميشيل أوباما ومرتل جيف بيسوس وهودا قطان وكل هذه ومن من كل أنحاء العالم وأنا كون ضمن هيدا اللقحة يعني عن جد بعدني ما عم بقدر استوعب شو صار شو بيعنيلك هيدا الموضوع هلأ صار رجعنا للحقيقة شو بيعنيلك الموضوع فخر فخر كتير كليل حيث I'm very grateful وقتا الواحد يكون عن جد عم يضعب عم ياتي من قلبه بيكون هيدا بس إنه متل متل تقدير تقدير كتير كتير مهم بالنسبة لأيلي ما كنت عارفة قدير رح يأثر فيه أصلا ما كنت عارفة إنه معقول قوصل لشي نهار كون عم بعمل هيدا الشي فأحساس لا يوصف صراحة I'm very happy about it and very very grateful عزيزة كنت ضيفة عنا وقتا أحرست بطولة العرب سألتك شي بهيدا الموضوع قلتلك هل صرت إيقان يعني هل بدي أرجع أسمع منك شو قلتلي يعني ما ما بتذكر شو كان جوابه بس بعدني لليوم بقول دايما إنه بجارب أنا قد ما فيه يكون a good example باي بس بمجرد ما كنا عم بعمل شي اللي بحبه يعني عم بعمل عم بتمرن كل يوم ساعات كتير من التمرين ما عندي social life بس بس إنه وكل شي خاصه بالتمرين والشغل وبمجلس هذا هو الشي اللي بعمله فمجرد إنه أنا عم كون إجزامبل للعالم هذا لوحده شي كتير بيفارحنا وبيبسطنا وهلأ بيّن إنه من خلال هيدا الأورد اللي تلع لي إيها إنه عن جد عم بقدر قامل هيدا التغيير ف أنا راح قللك راح ضيف عليك بتذكر إنه لتيلة كتير منيح إن شاء الله أكون عم بأسير بالجيل الطالع من يلي عم بيركدو أو يلي عم بيشتغلو بالوسط الرياضي ويكونوا عم بياخدو إلهام مني وهيدا إن شاء الله يتحقق بدي أسألك عزيزة بتنزعجي إنه بلبنان ما حدا كرميك يعني جبت إلى لبنان كذا مداي جبت إلى لبنان كذا مركز أول حاملت رقمين إياسيين بلبنان أنت من الأشخاص يلي متل ما عم تقولي فقدت حياتك شخصية كرميل بلديك كرميل على بتزعلي إنه لا وزارة ولا حدا كرميك أو قالك تانكس على اللي عم تعمليه وعم يجيك من خارج الحدود صراحة أكيد أكيد شي بيزعل ما فيه إختي عليك أكيد شي بيزعل يعني بس إنه باعتقد وقتا نكون عايشين بلبنان ما بقى كتير منتظر من حدا شي فأنا عادة ما تخلي عيدا الشي أبدا يأثر علي ولطالما هيك كان الوضع بالنسبة لإلي إنه ما بطلت أنتر شي من حدا يمكن لأن أنا هيك بلشت بمسيرة الرياضية ولا مرة كنت ماترى شي من حدا يعني كان الفرح بيجي لعندي إنه وقتا إربح وقتا عن جذر في عالم لبنان لأنه عمث البلدي يعني مع فريقي مع الميدة طبعي مع الأكتزم اللبناني فهذا كان فرح بس أكيد الواحد بحس حاله يمكن بيكون أكتر عم يعطي من طاقة أو شي هيك وقتا يجيك بيجيك تكريم أكيد وبنهاية يمكن الأوضاع بلبنان ما بعرف إذا فيه يقول إنه ما بتسمح للدولة تقدر أو تقدر تشوف أصلا شو عم بيصير يعني بيظل الأوضاع الراحب تهني بالبلد بس أكيد يعني ما في خبرك يعني هيدا التقدير اللي جاني من برقة دي بعوط عن كل شي من أحي معينة مع أنه عن جد للفيوتر طبع لبنان بعدين الأفريت لازم يكون عنده تقدير بالبلد من بلده لأن هيدا هيدا الشي بيعطيه طاقة إضافية بشكل عن جد رهيب يعني أنا أنا أنت بتعرف يمكن خبرتك قبل أنه أنا معلقة بلبنان بشكل ما في خبرك أنا هلأ كنت صار لي شهر مسافرة على أمريكا رجعت على لبنان ورجعت لي الروح مع أنه كل شي عم بيسير بس بحس أنا بيجيني ماي باور خاصة بهالفترة اللي أنا عم بعد ما أعطيت وعم باتي للبلد بحس بتشرج بي لبنان طيب عزيزة حلم الألعاب الأولمبية بعده موجود عنديك أكيد 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 هذا الحلم بعده وعم بشتغل كتير على الموضوع بعبنا يعني غير فوكس على القول وهي تلك السيزن إن شاء الله يكون إن شاء الله شو عنا قريبا شو عنا قريبا هيك نرجع نسمع عزيزة على أول على أول درجة من البوديوم هلأ رح نبلش بالإندور سيزن سو عندنا كذا سبق المفتود بتركيا وبجرماني وكل سبق بي سبقوا رح يكون إنه سأقدر أعمل أنا حتى الستين متر أنا للأولمبيكس بس رح ياخدوا حسب يعني بالنسبة لقلي رح ياخدوا حسب رقمه بالمية يعني كل ما قدر إركض أسرع بي سبق المية متر ولهن النقاط اللي رح نحبه بس الستين متر اللي هي بالقاعات المغلقة كمان بياخدوا النقاط طبعا للمية سو هدف إنه إركض أحسن ما فيه بالقاعات المغلقة يعني اتباعا من ديسمبر و جانوري لحد بطوط العالم بمارتش يعني كمان إن شاء الله هدف جارب جارب تأهل عبطة العالم بمارتش وإذا ما صارت ما عندي مشكلة لأنه الهدف الأساسي هو إنه إرجع إركض مية متر سريعة أدمى فيه يعني كل سبق بنجرب أعمل أحسن وأحسن وأحسن فنقدر نتأهل على الأوليبك جينز في باريس عزيزة عزيزة أنت عم تستفيد شي من صندوق الدعم الأولمبي ولا أنت؟ لا لا تعرف شي عن المشاكل اللي عم بيعانوها الرياضيين يعني مشاكل لجنة أولمبية ومشاكل إدارية ولا؟ ما كتير عندي فكرة بس إنه بعتقد الكل بيعرف أنه لأن في مشاكل يعني يمكن ما عم يفعل لهم مساعدة بس مبعث إذا عمش الحال صراحة ما عمدي أي فكرة طيب آخر سؤال لأليك بدنا منك وعد اليوم هيك اللي بيحبوك اللي بيحبوا الألعاب القوى والبيحبوا أسرع أمرأة عربية وأسرع أمرأة لبنانية شو بدنا نوعدون؟ رح ضلني أعمل كل شي بطاقة تضلني رفع عالم لبنان بطريقة إيجابية يعني هيدا دايما كن هدفي يعني مجرد ما أنا عم بيشتغل ع حالي حسن حالي أحلى شعور عندي إنه مش بس عمبابل هيدا الشيكورمي عمبابل هيدا الشيكورمي لبنان أكيد بوعد الكل اللي بيتضروني إنه ضلني عم قدم أحسن مصري بنفس كرميل البلد وكرميل وكرميل ضلنا رفعين أسم لبنان بطريقة حلوة أنا بدي أشكرك عزيزة لقليك بدي أشكر الكوتش دكتور عصاف نادي لاتسران كل اللي عم بيساعدوك لأنه بعرف إنه كتار وما بيحبوا الأضواء وما بيحبوا يقولوا بدي أشكر عائلتي كتير كميل وأنا بدي أشكر عائلتيك يلي وقفي حدك على طول بدي أختم هيدا الحلقة أنا وياك بفيديو صغير قطع هيك بنشرة الأخبار عن التكريم طبع البي بي سي بدي أودع المشاهدين على هالمشاهد الحلوة يلي ما رأيت وهي هيك نوع من تكريم لقليك على اللي عم تقدمي للبلد شكرا لقليك عزيزة شكرا لقليك عزيزة مرسي كتير اختارت هيئة الإزاعة البريطانية بي بي سي العداءة اللبنانية الدولية عزيزة سبيتي ضمن لائحة تضم مئة سيدة الأكتر تأثيرا وألهيما بالعالم بالعام 2023 وإجاء اختيار سبيتي كونها أسرع عداءة بتاريخ لبنان وبتحمل الرقم الإياس اللبناني لسبائل الستين والمئة متر وسبق أن أحرزت الميدالية الدهبية ببطولة غرب آسيا وبطولة العرب يلي أقيمه العام الحالي سبيتي المولودة بـ 17-22-1991 بدأت مسيرتها الدولية بالعام 2010 وقت يلي شاركت ببطولة العالم للناشئات يلي أقيمت بكندا بعدين تواليت مشاركتها بالبطولات والمسابقات المحلية والعربية والأقليمية والقرية والدولية وأحرزت عشرات الميداليات الملونة ورفعت من خلال العالم اللبناني بالمحافل الدولية وبتتدرب سبيتي بانتزام تحت إشراف المدرب الوطني الدكتور جورج عسيف وبتنتمي لنادي Let's Run